أخواني وأخواتي في كل الجنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحييكم وأتمنى لكم مغافر الصحة والعافية الفيديو ده في رسالة قصيرة جدا مش هتاخد منكم وقت كبير أي مريض بيجي يزورنا بيزورنا مرتين ويمكن يزورنا مرة واحدة بيزورنا في العيادة الأول وبنكشف عليه وبنحط خطة العلاج بتاعتنا وبناخد العلاج بتاعنا وبنقول له لو مرتحتش على العلاج هتيجي في المستشفى عشان نعمل لك الحق المترض والحلال اللي هي الزيارة رقم اثنين ولو هو ارتاح على العلاج هتبقى هي زيارة واحدة مش محتاج الزيارة رقم اثنين ايه اللي يمنع ان الزيارة رقم واحد اللي هي في العيادة تتم اونلاين تتم زي ما أنا بكلمكو دلوقتي تتم عبر الانترنت تمام وتوفر على نفس المشوار انك تيجي اول مرة للعيادة تمام نعمل خطة العلاج وتاخد علاج وبعدين تيجي مرة تانية للمستشفى يبقى انت عندك زيارتين الزيارة الاولانية ممكن نعملها اونلاين ممكن نعملها عبر الانترنت اللي هو الكشف الطبي وانا احنا نشوف نعمل خطة العلاج الزيارة التانية لماينفعش نعملها اونلاين اللي هو لازم تيجي المستشفى عشان نعملك الحقم والتربط الحراري يبقى خلص ما باليد حيلاا نروح المستشفى ونعمل الحقن والتربط الحرام أتمنى أن يكون الموضوع مفهوم لأن في ناس كتير بتبعت إيه لما نقول له الكاشف أونلاين ويقول لك طب أنا هعمل الحقن إزاي هعمله أونلاين هعمله بالإنترنت طبعا الفكرة مش كده أنت حضرتك الزيارة الأولانية أونلاين الزيارة التانية في المستشفى ولو ارتحت على العلاجي بقى مش هتيجي المستشفى في الزيارة التانية سبحانك اللهم وبعندك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمته وبركاته